موسيقى موصفت بأنها جنة منسية وأندلس إفريقيا ومكان سياحي ساحري صباح الخير عليكم أصبحنا وأصبح الملك لله مرحبا بكم في الجزء الثاني من جزيرة تونزيبار هذه الجزيرة الإفريقية المسلمة ساحرة بشواطئها وطبيعتها وأي جزائري يقدر يسابلها بلوغ اليوم سيكون ممتع جدا لا تنسوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وخلونا نبدو موسيقى وصلنا إلى نونجوي وين يرح يورينا الفندق طفل صغير أشوفها قدامنا موسيقى وصلنا إلى العين المكان موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في الجزء الثاني بار سنقول لكم الغرفة التي حجزناها غرفة في اي بي مطنة على البحر يعني ما شاء الله دعونا ندخلوا بسم الله تفضلوا تفضلوا أول مرة نحس بشعران يفوت في شعر العسل لأن هذه الفترة المدقة سوف نسافر أنا وزوجتي فهذه من الأجمل التي شاهدتها لكن الأجمل من هذه هي الإطلال على البحر هذه الشرفة الثانية التي تطل على البحر يعني لون البحر أزرق كريستالي وفي الليل جاءت هذه الفرقة قدام الشرفة ودارة هذا العرض صباح خير عليكم صباح النشاط صباح البحرات الزرقاء يعشقون الرياضة سبورة أهلا وسهلا أهلا وسهلا هاهاهاهاهاهاهاهاها ماذا سباح اللي؟ هذه هي البحور هذه هي زنزيبار وهذه هي شواطع أفريقية تختلف تماماً على الشواطع أخرى الرياضة النشاط الحماس تحس فيها روح تحس فيها روح أفريقيا أستطيع أن أتحرك أخي هذا الباب يتعطيك للشاطئ والغرفة تقنية هنا يعني هنا أنا حد شاطئ بسم الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم سورة القمر أعوذ بالله من الشيخان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم جميلة في هذا الوثل أنه تأكل وتزيد بوفي شكرا لكم هناك قملة فراشة هناك أدو البركفست البركفست لهم كل يزيد يعني بافي لكن كل على حسابك كما في وسط البحر في وسط البحر ثقوا السوق كما هذا صغير سوفينير لكن الأسعار نار نار فلازم تساوموا في الأسعار يعني تخيلوا من 50 ألف يردها لك 10 ألف يعني يعني يقولوا أسعار هكا خيالية من رأسهم فلازم تساوهم وانا نقولهم ألجيريا ألجيريا افريكا لا مال هناك منتجات واحد 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 وكلها تطيل على البحر وكل واحد عندها رمالها الخاصة مش رمالها الخاصة تقدر تذهب في أي شاطئ لكن كل واحد شاطئ تبع لها سما منتجة حدا منتجة حدا منتجة يعني هذه هي طريقة هنا في نونغون بيتش والمدينة المدينة شوية تحسها قديمة شوية ما فيها ش حتى طرق معبدة يعني تحسها قديمة طابع إفريقي يعني شاطئ بطابع إفريقي إذن هذا رح نخلو أمان بنغالو اللي اللي نسكنين فيه وراءنا تخلنا المنتجة جديدة وهكذا يعني كل منتجة وراء منتجة منتجة وراء منتجة والرمال وشواطئ راه يمله فتقدروا تجولوا في هذه جميع المنتجات وانتم تتمشون مثل فارق يعني تلقى راحناها بماء ببالي ولا المالدين مختلفة تماما عليهم لأنه فيها شغل طابع إفريقي تحس فيها النشاط الحيوية الحماس تحس فيها روح إفريقي يعني كم الناس دير سبور هنا يا الرياضة يعني نهدر على ناس البلدة ونهن نهدر على السياح ولا الأجانب فخلينا أول حجر هدب بها يا كرة القادمة هايلو يعموه هذه اللعبة أنه لي طيحها هو الخاسر إنسان! أنا ماذا؟ 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 أنتم؟ Bulbit ماذا؟ تأكد تؤكد تنصاب يا شبك؟ أحد يا شبك؟ نائم يا شبك؟ يا شبك؟ أنا جزيزا ترجمة نانسي قنقر هذا أصدقائي رح يدونكم عارض دروك يعني سبحان الله تحس بالإمتيما تحس بالأنك إفريقي صح لنذهب هذا مفيد ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ماذا يبدأ؟ من يبدأ؟ أولا؟ نعم 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 يولا كنت دائمًا كنت تجد سر مرونة الأفريق والسبب حبه للرقص والحركات الأكروباتية فاكتشفت أنه هو أحد مظاهر الحياة هنا في إفريقيا هو مزيج من الفنون المختلفة التي يعكس الإفريقيون من خلالها الصراع المتبادل بين الإنسان الإفريقي والطبيعة القاسية التي تحيطه لذلك يعتبر الرقص الإفريقي عكاساً صادقاً للظروف التي يعيشها الإنسان في بيئة شارسة تغلب عليها الغابات بما تخبئ في دروبها من وحوش مفترسة ويظهر فيها عنف الطبيعة تجاه الإنسان وما يواجه ذلك الإنسان من مخاطر وصراعات في سبيل البقاء فالحركات السريعة العنيفة في الرقص تحتفي بالقوة والشجاعة والنشاط وخفة الحركة وهي الصيفات يتميز بها القادرون على مواجهة هذه البيئة والتغلب عليها والقدرة على مسايرتها وإخضاعها وهذا الشاطئ شاطئ نونغوي يعطينا فكرة بسيطة عن حياة الإفريقيين عامة وسكان زنجيبار خاصة جاء الوقت ونجد نغادر نونغوي بيتش قلنا فيها يومين هي عبارة عن منتجات ممكن أنك تستمتع بالشاطئ تستمتع بالروح الإفريقية اللي فيه من الأجمل الشاطئ هذا نونغوي بيتش جاء الوقت وينكتشفوا الجزيرة كلها كيما بالي يعني كنت ندي الموتو سايكم يعني الدراجة النارية ونهوم نروح أي مكان ما علم بليش وناني رايح فاليوم رح ندو السيارة ماذا كنا هنا فاليوم رح ندو السيارة وننظر في كامل جزيرة ما لا بناش الوجهوي فقط الجي بي اس ونهوم في الجزيرة فالله على فكرة جزيرة جنزيبار جزيرة صغيرة لكن تنقل بالسيارة فيها يأخذ وقت كبير يعني فقط مسافات صغيرة لكن تستغرق وقت كبير السيارة هنا فخلينا ننطلقو في جزيرة جنزيبار كي تكون تسوق تلاحظ بزاف اشياء عجيبة فلاحظنا الشيء رح نهودو ونشوفو واتلازم نهود الحبس ما شوفو ما شاء الله يعني يقروا في الطبيعة يعني البساطة التامة شوفو اللوحة اللي يقروا فيها في الطريق أيضا تشوف البنات والأولاد خارجين من المدرسة بلباس تاني موحد ولابسين الحجاب كامل لابسين الحجاب ما شاء الله دخل الإسلام من الجزيرة في القرن الأول لهجري ودراسات تاريخية ذكرت أن دخول الإسلام من الجزيرة تم مع أول هجرة عمانية عربية إلى الساحل الإفريقي يبلغ عدد سكان هذه الجزيرة نحو 1.5 مليون ويشكل المسلمون أكثر من 90% منهم يتعايشون مع أقليات مسيحية وهندوسية السلام عليكم أكونا متاتا أكونا متاتا أكونا متاتا أكونا متاتا جامبو 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 أباري أكونا متاتا إذا تخيلوا أنه بالطاكسي رحلة واحدة من نونغوي إلى ستونتاون رحلة الواحدة تقام لكم حوالي 50 دولار حتى 60 دولار في حين أنه في السيارة تقدروا تأخذها اليوم بـ 20 دولار و تذهبوا بها وجو كما تبقوا جميعا جميعا في الطريق ترى المنعرق الحمان الحرارة أتأكدوا بأن يتحبسوا في هذا الفواكه على طول الطريق و تدوقوا الفواكه جميلة وبنينة وفرش فحبسنا هنا و ندوقوا فواكه و نكملوا الطريق ثمن حبة أناناس حوالي 3000 شيلنج يعني حوالي دولار والمانغو يعني ممتاز مانغو تحبنين بزافتاني حوالي 1000 شيلنج يعني حوالي نصف دولار يعني نصف دولار 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 و نصف آه، هذا كيف هذا كيف هذا كيف ستعرف كيف ستعرف أم لا؟ موسيقى لانه يظهر قرار لغم لانه يحفظ خمس كيلومتر ولا بهذه الشوية. شوفوا الطريق غير معبد. فهذه الحاجة اللي تخلي انه باش توصل مكان مكان صعيبة شوية وتستغرق أكتر. على عكس يعني هذي النقطة اللي تميز فيها بالي. بالي والطرق كلها معبدة. يعني تحس انه بالي أكتر تطورا. فهذه مقارنة خفيفة. والسيارة راحت. يو. لازمنا نرجع. نحن نرى مدخل آخر. وصلنا لهذا المكان. يعني مخدروش ندخل بزي في النقطة. لكن معرف لش السينوتي ورهي. لكن عندي حل. لسلامتكم أربطوا أحزمتكم. انطلقنا في رحلة البحث على السينوتي. ولما يعرفش السينوتي هي حفر عميقة وفيها مياه يعني شغول بيسين ربانية. انطلقنا في رحلة البحث عنها بالدرون. جاءتني هذه الفكرة. وقعدت نبحث حتى خرجت في البحر. يعني كنت على عكس طريق تماما. عاود رجعنا إلى الطريق. وكملنا مهمة البحث يعني. فقدت الأمل تماما في العطور عليها. لكن في آخر لحظة. شفت حفرة عميقة. اقترفت لها بالدرون. وفعلا. نحيتها هي. موسيقى. اذا وصلنا. بسم الله. احنا وين تبدو الشاور قبل ما تدخلوا. عندكم هادو تضعوا أشياء أغراضكم هنا. من كان يضن أنه السينوتي واللي هي موجودة في المكسيك. واللي هي الحفر العميقة اللي سومينك بول. تحس كأنها يعني بيسين ناتوية تعربي. يعني مسبح تعربي. موجودة في المكسيك فقط فهو مخطئ. في تنزانيا يوجد العديد منها. وجميلة أيضا. بسم الله. خلينا نكتشو واحدة من أجمل السينوتي هنا في تنزانيا واسمها مالولو. بعد انتهاءنا من مهمة البحث على السينوتي. كنا أمام تحدي جديد واكتشاف هريد من نوعه. وهو البحث على نوع نادر من القرادة مهدد بالانقرار. ويوجد فقط في مكان واحد في العالم. وهو في جزيرة الزنزيبار في جنوبها. وتسمى بالراد كولوبوس. وأبرز ما تتميز به هو التاج الأبيض الذي يمتد على طول ظهرها الأحمر. وتمدلك فقط أربع أصابع وهي اجتماعية جدا. قلتلكم. وهي تنجب فردا واحدا كل سنتين. مهمة جدا. مهمة جدا. مهمة جدا. في مكان واحد يمكن أن نرى. لكن زانزيبار هو مجرد كولوبوس. نسمعها زانزيبار لأنها تجد في زانزيبار فقط. إنها مجرد مجرد. نوصفها بالقرادة الحمراء لأن لون ظهرها أحمل. نقول لها كولوبوس. وله كولوبوس لأن لديها أربعة أصبع أربعة أصبع فقط. وعندها اللون الأحمر في الخلف في العادة يعيشون مع مجموعات كعائلة متكونة من 30 إلى 35 قرادة. الرجل هو الأقوى في المجموعة. هو ليقود المجموعة. القرادة الحمراء هي لباتية. تتغذى على اللباتة. لا يستطيعون هضم السكر. ولهذا لا يستطيعون أكل الموز والمانغو وغيرها من الفواكه. كيف يمكنهم الناس الماء؟ نعم. يقول فهم. فهم. يصبح الفهم. لكن القرادة العادية أستطيع أن تكون فهم. بعض الأحيان يَاكب الفهم. يغسل الماء. الحياة المتوقعة هي حوالي 25 عام لكل قرر وبعد هذا يموتون العدو اللدود للمونكي هو الأفاعي السامة وبعض الحيوانات المفترسة وأحيانا يموتون بسبب قطعهم الطرقات فيصطدمون بالسيارات والدراجات وهذا مشكلة كبيرة للمونكي ولهذا فوردت عقوبة وهي 500 دولار للمونكي الواحد لمن يدهسهم ويقتلهم والآن عددهم في تصاعد لأنه وفرت لهم الناس الآن الآن يتكلمون من المونكي لأننا نقوم بفترض ولكن في الداخل لدينا نموت لذلك نموت لتصاعد مصر وهذا الأشجار الذي أرى يسمونه المهوغاني يعني أشجار له تاحم غالي بزاف وفيها هذه الفروت للمونكيز يعني القيرة يأكلون منها والعلفة يخدمون بها الزيت على المصايش يعني كل شيء هنا يعني عنده قيمة هذه الفورس من أكبر الغابات إلى أكبر غابة هنا في زونزيبر فيها العديد من الحيوانات ماشي فقط الكولوبوس المونكيز أنا دعلمت بالمدرسة الإسلامية لكن يعني وجدت بعض التمرينات مختلفة وجدت بعض التمرينات مختلفة ناشاء الله نطفك نطفك سليم من أردك لا 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 كل حرف من مستحق ماذا تقول عن كيندوا؟ ماذا؟ كيندوا؟ إنها جيدة جدا أجمل وأفضل كيف تصورني؟ وما هي فائدة التي تُعجدها حينما تصورني؟ الآن نخترف من قبيلة المصاي والمكان تحوم هنا في تنزانيا ها تقوم بالمدرسة أجم من بيش بوج نعم من بيش بوج وكله크� لك؟ لأني هو سافاري بلو ها تذهب بيش بالمدرسة اشتركوا في القناة